موسيقى 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 أنا كتباليه كتباليه ما طيقتش مني قالو سبعجي أعمليه أنا ما أعلم شو كانت تراودنا دائماً في كل سنة و في كل لحظة و في كل لقاء باعتبارنا نحن المؤسسين فرقة مصرح الحي مصرح الحي كانت عند فلان مع عبد الرحيم المحجوبي اللي هو في امريكان و من بعد توقفات واحد السنوات عاد جينا احنا حيناها في 1986 باش درنا العرض الأول في 88 اللي هو درسي العربي فهذا الفرقة حيناها من جديد انا و فلان والمرحوم نوردين بكر احنا اللي كنا نوردين بكر كان في السينغرافيا ومسائل ديكور انا كنت في المجال الفني والتقني و فلان كان في المجال اللوجيستيكي الإداري الماركوتينج فبعد النجاح اللي عرفاته الفرقة واحد مدة دي العشر سنين او ثم سنين اللي هي مسترسلة بعدة عروض اللي هم لقاوا نجاح كبير من طرف الجمهور المغربي توقفنا هذه الفترة كاملة ولكن قاد دائما احتجاج دي الجمهور اللي كي طالبنا باش نرجع الفرقة من جديد و قادية باش ترجع فرقة هي صعبة جدا باش توقف يعني هاد العصر هادا اللي هو في عصر التكنولوجيا عصر البرطة بالانترنت تيك توك كده اللي خيريه الفرقة ما بقاتش كتتجاوز ساعة ونص او ساعتين كيف كنا كنديرو ثلاثة تسويع تل خمسة تسويع بالنسبة للمسرحيات اللي كانوا عندنا والتي كتقتاصر على اللحظة او الزمن او وقت محدود وهدا يصري حتى على الاغنية تا ايا مبقاتش كتتاخد دك الوقت ديال الكافي محمد عبدالوهاب كلتوم فريد عبدالحاليم الى غيره فاصعب علينا باش نرجحه صعب في الحقيقة لان احنا كان عندنا سلاح الوحيد وهو مش الفكاهة مش الضحك بل الكوميديا لان كانت الضحك بالنسبة لان احنا كان كوسيلة باش نمروا عدة قضايا اجتماعية اقتصادية سياسية الى اخرى عند هذا الطلب الملح ديال الجمهور المغربي سواء كانوا شبان او كبار اقترح وفالان طبيعة الحال من بعد ما استعشرا معي وهادة قلت لي لك اننا غادي رجعوا غادي رجعوا حولة جديدة قال لي 차 فاش بغيت نقشك وهو اننا نرجعه مع الشباب وشباب ندخلوا وسطهم وناخدوا موضوع تهو شاب ونخرج شاب ولكاتب مؤلف شاب والتقنيين الى اخرين ونحاولوا نبدأوا من جديد يعني ما شاء نقولوا راحنا وصلنا الهدف اللي بغينا ولكن نحاولوا نديروا تجريبة ويمكن تستمر ونشوفوها في لغة الخرج كي يقولوا هو رجوع دي القن رجوع دي الروح رجوع دي الجثال رجوع دي المحبة دي الوحيد الحاجة دي وزنها وبقيت عند الناس وبقيت عند المطلقين فوقت ما كنا في بلاصة لو تيقولوا علاش هذه الفرقة ما ترجعش ودائما كنا نقولوا راح الفرقة ماشي اسماء بالروح الفرقة هي البطالة نحن ماشي أبطال حيتي ماشي فولان وغادي جي واحد أخر ولكن يبقى مطرحة لحي فبقينا خصنا نفكروا مزيان وخصنا نعرفوا كيفاش نرجعوا فلما اللقاءات جاءوا مع أمين ومع عاشق تنقشنا نحن ما عندناش ديك ديك المسألة ديال احنا كبار احنا صغار احنا صغر منهم ولو عنا لاش كبير ولكن احنا كنا اعتبروا رؤوسنا تناميذ ديالهم لانا عندهم بزاف الحويش اللي كينا في الجعبة ديالهم في العقل ديالهم كثير من ديك شي اللي خطينا احنا احنا جينا في واحد الله في واحد الوقت ما كانش بزافة الشي ديال التقنيات والمسائل كالطورات فحيط لتحمنا بعضياتنا لقينا واحد بكم من الأخر وهذا هو الجميع ودائما كان نقول له وأن مصرحي هو مصرح العائلة كثير من هو مصرح الممتلين أو التقنيين فأنا كان اعتبر كلهم لكن انا في الفرقاء فهم أولادي انا كان اعتبر كلهم ما يقلقهم يقلقوني وما يفرحهم يفرحوني وهذا هو القوة ديالنا فهذا العمل يجسد ديالنا موسيقى 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 في المصرح الحي في الفازة يعني عندي بزاف جلي سوفانيغ مع هاد مع هاد الاسماء ومع هاد اسمية ديل هاد الفرقة لكي خليوني اليوم نكون مفتخرة أنني تعتني الفرصة أنني نضم لهم في هاد العرض وأنني نقتاسم معهم الخشبة ونقتاسم أيضاً الخشبة مع ناس وحدين أخرين اللي عزازين اليوم وممتلين اللي عزازين اليوم وليما عمرني ما خدمت معهم فهذا علاش عرض سبيسيال منسبالية لأنه في غيما مصرح الحي عاجل فولان مهدي فولان مونين كيم الأيوب أبو ناصر هاد وناس كلهم اللي مع مره ما خدمت معهم دونك شي حاجة سبيسيال وأول حاجة أنا فرحان بزاف 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 بصراحة هذه فرصة ما كديش بزاف ديل المرات أنك تكواقف مع عاجل وفولان في واحد الفرقة اسميتها مصرح الحي هما المؤسسين هما اللي مشوا هاد الفرقة هاد الى قدام هما اللي داروا هاد السيطة هذا كامل اللي عندها في المغرب كامل خلاعان اللي مخلوعين احنا يا الله اللي علم بينا كنقوله الوقوف جانب حسن عاجل فولان كيخلع والوقوف الخشبة كيخلع كتر انت من التوفيق من انت سيدار بيهدي تجربة وفرصة ما كتعتاش بزافة المرات كنشكر حسن فولان كنشكر عاجل على التوادع ديالهم وعلى الصبر ديالهم وعلى اللي نرجي زوين ديالهم وكن حسنوا بهم ديجان واشغابوا سبع عشرين عام ولا نفرحهم بزاف كنشكر امين ناسور وليكيبي ديالنا كاملين كانت من التوفيق من انت سيدار بيهدي حيث هذا هذا عمل بخريم برهن الله لرسنا نحن موكن نسوه كما عرف الش lurان من تحرف شكوه ليس يعرف شكوه عاجل فولان احت exploنا مرحبا من ذلك لنظر فلchsها ديالهم ديالهم المعتادة عند الكبير وانزيدو حنا ديك المليحة ديالن جونيس وان شاء الله توفق من أنت سيدار بيهدي أولا نريد مرحب بطاقة مدية للفاتيما التي وكبت معنا اليوم لغيفيتيشون وفلاش تكنيك لفلاش تكنيك لفلاش تكنيك لفلاش تكنيك سدينة هي مسرحية من إمضاء مسرح الحي ومتع بالحل مجرد ما كان نذكر مسرح الحي أكيد المتلقي المغربي كي استحضر عرض كثيرة ونجاحات كبيرة دارتها للفرقة اللي كانت بصراحة ميمكنج حقة واحد نجاح لي من قطع الناظر ومنه خرجت تنائي دي الفنانين الكبيرين عاجل وفلان واللي احنا دا بغدين نشتغلوا معهم سعيدة جدا بهذه التوليفة اللي كانت مزج بين جيلين جيل مخضرم والنجوم اللي حضروا بقوة في تليفيزيون تجربتين غدين تتلاقح في هذا العمل المسرحي ونتمنى أنها تعطيه كل جميل اللي فيها كل من بريم الزعيمي أيوب أبو الناصر مهدي فلان ومونيا المكيمل المايسترو ديانا هو أمين ناسور مسعي المخرج والمؤلف اللي هو فتاح عاشق وديكورسينوغرافيا للدكتور طارق ربح على الوقت مسرح هي تسدينا بقدر ما احنا فرحانين بها لأن احنا غنتواجده في فرقة اللي هي كبيرة مسرح لحيبانو في الجنغاتشون بقدر ما كين شو يجل الخلعة بزاف الخلعة بزاف الخلعة صراحة لأن كيف ما كسفرح انك انت تشوفي بغشية من واحد اللي كيف اللي كيف اللي كبيرة بزاف ركس بقعة ها دياني نخلعو المسؤوليات ديان واشغ تكون قدر المسؤوليات ها ديها الصعوبة في انك تشتغل مع اسماء كبيرة مني كنكونو احنا كاملين صغار سهل تضرقوا ببضياتنا ولكنك تشتغل مع اسماء كبيرة اللي ديش عندها قاعدة ديال جلاموخ في القلوب ديال المغاربة يعني عنده واحد راسيد كبير من الحب ميمكنش بباوتنا ما يكونوش كيبغيو ها دي رح مسؤوليات ها دي رح مسؤوليات ما عندكش حتمالانيات نجح يتنجح ما كيش حتماليات ديال الفجر السلام عليكم كيبما عارفي اليوم كنا مسرحي تسدينا لفرقة مسرح الحي بالتاريخ ديالها فرقة كبيرة تاريخ كبير بزاف ديالهوروط كبرنا عليهم وتفرجنا فيهم صف في بليزر اليوم كون واحد من هذا الفرقة هادي وفي هذا العرض المسرحي يسدينا لمن إقلاج المخرج أمين ناسور اللي فيها باعجيل و بفولان اللي كبروا معهم ديال مغاربة ما واحد ربعة شباب اخرين اللي ماذي فولان منيم كيمال مريم بزعيمي و عبدو ربيه جريبة زوينا الصراحة يكون في السيفي ديالك انك لعبتي عرض مع هذه الفرقة المسرحية الفرقة ماشي ماشي سهلة في التاريخ المسرحي ديال المغرب شي حاجة زوينا وفرحة واتشي في قيادة دي المخرج أمين ناسور اللي ديما كان فتاخره اللي كان نشتغل معه ماشي العرض اللي اللي نشتغل معه فاتشتغلنا قبل مخرج متمكين مخرج جميل ده عدة جوائز وطنية ودولية الله يوفقه وكنت منه وحتاج العرضي يأخذ حقه في في الساحة الفنية ومسرحية ويشوفو اكبر عدد ديال الناس خصوصا هاد العودة ديال المسرح الحي شي حاجة مهمة لينا والفرقة وحتى المسرح المغربي اه الاشتغل ديالنا في الكتابة فكان كتابة ديال الورشاو الكتابة المختبر لانه كانت كتابة تقريبا جماعية كل واحد عون فكرة كل واحد علم لان كل شي كان هزهم لهاد العمل تقريبا لك الحاجة ها محنا خدمين ها محنا خدمين على هد العمل اه كان بغين شكر امين ناصور على هاد على هاد الفرصة هادي اللي خلاني نكون وبحثها اللي خلاني نكون مع واحد العمالي قد يلفن المسرحي بالمغرب فمشي سهلا مشي سهلا انك تكتب لهاد الناس هادو ولكن كيف ما قلت فالكتابة مشاركين فيها مريم الزعيمي ايوب مهدي مونيا خلاص المخرج عميل ناصور فكانت الافكار ديما كتجي من عندو فكان ديما كنطوروها كان ديفلوبيوها دراماتورجيا وكان عاودو نشتغلو نحن نخدمو عليها من بعد نعودو نحيدوها ما بشاتش لينا مع التوجودية نعودو نحيدو نعودو نبني وفكرة اخرى وهذا اللي خلاني نخدينا تقريبا عام كامل وحنا كنشتغلو ديروا لايك وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابونا وفلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاتمة